موسيقى الدجل الطبي هو ممارسة المشعوذين لدجلهم مع الناس من أجل المصلحة المادية يعني يدعون المعرفة لشفاء الأمراض ويدعون أنهم يعرفون كل شيء وهذا قناع المعرفة اللامتناهية المزيف يخدع الكثير من الناس البسطاء أو الغير متعلمين لأنهم ما يشوفون نفس الثقة بالأطباء الإختصاص باختصار الطبيب الإختصاص يعرف أنه العلم غير متكامل ويعرف أيضا أنه مهما يوصل لمرحلة علمية ما راح يصير طبيب متكامل مثل ما يدعي المشعوذين أو الدجالين الأمراض اللي يعالجها المشعوذين هي أمراض مزمنة على الأكثر واللي ما وصل العلم إلى علاج نهائي إلها مثلا سوفان المفاصل الأمراض الخبيثة الصداع النصفي والأمراض النفسية شلون تعرف الدجال من مظهره وشخصيته الدجالين عادة تلقاهم متأنقين آخر موديل والثقة اللي تشوفها بشخصيتهم مالها مثيل واحتمال توقع بحبهم من أول نظرة فدير بالك ممكن أيضا يرتدي رداء الدين ويخبط مهارته بالقرآن حتى يقشمر عدد أكبر من الناس المشعوذ مو اللي يكون بشخصية رسمية وكل الناس تأرفع على قدرته الشفائية لا أضرب لك مثال إذا ابنك اللي عمره يومين وانت فرحان بي وكلك غبطة وسعادة بهذا المولود الجديد فجأة يصير بي أبو صفار يعني وجهه وعيونه تنقلب لون أصفر مثل الليمون أول شي يجب بالك كشخص واعي ومثقف إنه تودي ابنك للطبيب الإختصاص أو لطوارئ مستشفى الأطفال لكن بهاي اللحظة بالذات يطلع لك شخص من أقاربك مثلا أو جيرانك مليان ثقة بنفسه يقول لك انت جده سوي بس خلي ابنك راس ثوم على رقبته وسبحه وأحجار راح يتشافه وراح يقول لك الأطباء كل شي ما يسوله انت هنا أمام خيارين أما تصدق كلامه وبهذه الحالة راح تعرض ابنك التلف الدماغ من ورا مادة البنوروبين اللي يخلت ابنك أصفر واللي راح تصعد للدماغ والدمرة وتخلي ابنك يعيش مقعد ومشلول طول عمره وبوقتها الندم ما راح يفيدك أو لا تروح للطوارئ وتحلي المشكلة بعلاج ضوئي أو نقل الدم اللي ما يأخذ منك إلا كم يوم وبعدها ابنك يرجع طبيعي وتربيه على إيدك أحسن تربية هذا اللي قال لك خلي ثوم أو خلي طابوقة على ابنك هذا هو المشعوذ أو الدجال بعينه مثال ثاني شخص أو شيخ فلان يعالج انزلاق غضروف الفقرات عن طريق الخشبة والتشاكوش انت تدري إذا الشيخ لاحل عمود الفقر يمالتك وبصورة أدق النخاء الشوكي راح تعيش مشلول أو على الأقل يضرب لك عصب مايطي طول عمرك لو ما تدري أيام الطاعون وببريطانيا بالقرون الوسطى طلع الشخص قال للناس العلاج النهائي لهذا المرض إنه تذب سطل من الدم من جسمك وراح الطيب وهذا الشخص كان يعرف مكان الأوردة اللي يجرحها فيطلع دم بكمية كبيرة وقل لهم مبروك تعالشتوا وأغلب المرضى طبعا يموتون بعد فترة وفلوسه متروح الملاحظ من خلال تاريخ المشعوذين إنهم ما يظهرون إلا وقت الشدة مثلا بوقت المجتمع أغلبه جاهل وبوقت أغلب الناس تعاني من الفقر والجهل أو بوقت الحروب والمشاكل الداخلية بأي بلد كان خاصية أخرى مو جديدة على الدجالين هي الانتقال من مكان إلى آخر يعني بين فترة وفترة شوفه طالع الدولة أو مسافر الغير مدينة بسبب المشاكل اللي يواجهها من الناس اللي يضحك عليهم وأخذ فلوسهم وما حصلوا النتيجة اللي يدفعوا فلوس على موده فيرجعوا لي يطالبوا بالفلوس ويعرفون إنهم ضحك عليهم فيواجهون مشاكل قانونية أو قبلية فيضطرون يبدلون مكان أقامتهم وأكو الصفة جدا مهمة عند الدجالين بالأضافة إلى شخصيتهم الجذابة هي فن الإقناع النفسي يعني شلون؟ يعني تلقاه شخص لبغ جدا ويقنعك من أول إحجاية وإذا رفضت قراره راح يزعى منك ويقول لك روح كيف يخلي الأطباء يضحكون عليك وانتكرت فعل طبيعي خصوصا إذا كنت تحترم هذا الشخص راح تخضع له وتحس أنه أنت نزلت من مكانته وأهنته ولازم تعتذر عن طريق الأخذ بكلمته لإثبات احترامك إليه وأنه أنت شخص وفي الجنابة وهذه الثغرة يستخدموها الدجالين بشغلهم ديروا بالكم من ذول الكذابين واتذكر أنه صاحب الإختصاص هو الأولى فالطبيب إختصاص علاج الأمراض والمهندس إختصاص البناء والمحامي إختصاص الدفاع عنك وعن الحق والدجال إختصاص الضحك على الناس خصوصا السذج منهم وسرقة أموالهم شوفكم حال